لبنان ما في عيش بلا علاقات ممتازة مع الدول العربية والدول الخليجية لأنه هي الرئة اللي بتنفس منا لبنان اقتصادياً وسياسياً وهي الداعم لكليم من له اليوم بالمنطقة خلينا نقول فيه ثلاث خيارات فيه الخيار الإسرائيلي فيه الخيار الإيراني وفيه الخيار العربي بكل تأكيد مصلحتنا هي مع الخيار العربي وهيدا الخيار زي انتصر لبناني بنتصر وبعيد استقراره وبينهد اقتصادياً استيستاني بالنسبة للندوية اليوم قدامهم بيضال فيه هاك ندوات وحيوارات كلمان نعيد العلاقة مع العربي كتير مهم هالندوات اللي بتعمل الوعي اجتماعي وبتنقل السقافة السياسية للمجتمع وبتعمل نقاش جدة حول قضايا مهمة وخاصة بمقاربة العلاقات اللبنانية العربية لأنه البعض عم بيشكك فيها أو مش هبيفهمها بشكل واضح ونحنا بالضرورة نأكد انه نحنا بلا حليف إقليمي قوي ما بنقدر ننتصر وما بنقدر نرجع طرور المفاوضات ما في نترك مصيرنا كلبنانيين لإلا المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتسويات المنطقة دون ما نكون احنا موجودين برعاية وإلى جانب حلفائنا العرب يلي هني ممكن بساعدونا تلقون أقوائق على هالطولة